ينضم إلينا هنا في الستوديو الزاميل الصحفي محمد طهف طبعا في بي بي سي محمد كيف تعاملت وسائل التواصل الاجتماعي مع حدث دمشق؟ في الحقيقة عبدان هناك في وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الرفض العام لهذه الضربات يعني القليل من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي حاليا من يؤيدون هذه الضربات سواء من يعارض هذه الضربات من حيث أنها غير كافية أو من يعارضها من حيث المبدأ فمثلا لو استعرضنا الدكتور خالد بن عبدالله السعود أحد الأمراء السعوديين يقول أن أمريكا تضرب الأسد لن ينصالح حال أشقاؤنا في سوريا إلا بزوال جزار العصر كما يقول نرى على الشاشة ما يقوله دكتور خالد أما السياسة المصري ننتقل إلى السياسة المصري ممدوح حمزة فيقول هل بريطانيا وفرنسا وأمريكا يهمهم أخلاقيا حياة وأمن أو سلامة أي عربي الضربات الثلاثية في سوريا موجهة إلى روسيا وإيران وفرض أنفوذها كذا يرى الدكتور ممدوح حمزة أيضا هناك لنا ميدوار الإعلامية تقول لقد كانت ما حدث عبارة عن فقاعة إعلامية بكل ما الكلمة من معنى لا أثر على الأرض لا تدعيات خطرة لا شيء يمكن أن يعيد هيبة أمريكا ولا يعدل من موازين نقوة إن شئت حمزة ننتقل إلى الجانب الغربي مثلا السيناتور تيم كين يقول أنه أن ترامب لم يكن ليتخذ هذا القرار بدون العودة إلى الكونغرس الأمريكي وأعتبر كما نرى على الشاشة أن ما قام به ترامب خطأا قانونيا بأنه قام بذلك بعدم الرجوع للكونغرس الأمريكي أيضا ديفيد فينس أحد المؤثرين على موقع تويتر وجه حديثه إلى ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قال إنكم تساعدونهم في إشارة منه إلى المتشددين الإسلاميين الذي توقع أنهم يتنامى نفوذهم بسبب هذه الضربات هناك هاشتاجات متعددة حمدان انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة مثل عملية عسكرية أمريكية بروسيا أمريكا تضرب الأسد العدوان على سوريا العدوان الثلاثي على سوريا وباللغة الإنجليزية pray for Syria أو فل نصلي من أجل سوريا شكرا لك زمين محمد طه على هذه المراجعة لعرض وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لك